أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسياحة في محافظة حلبشة خلال المؤتمر الصحفي الختامي للمهرجان أن ثلاثة آلاف سائح زاروا المدينة لحضور المهرجان العاشر للرمان وخريف حلبشة مشيرا إلى أن إجمال مبيعات المعروضات خلال الأيام الثلاثة من المهرجان بلغ مليارا واربعمائة وخمسة وثلاثين مليون دينار بعد ثلاثة أشهر من الاستعداد من قبل مديريتي السياحة والزراعة وشبكة المنظمات المجتمعية أقمن المهرجان العاشر للرمان وخريف حلبشة حيث استمر لمدة ثلاثة أيام بالتعاون مع جميع المديريات والمؤسسات الأمنية والصحية والخدمية في محافظة حلبشة وشارك في المهرجان سبعمائة مزارع وبائع المنتجات المحلية من الأشغال اليدوية والأطباق التراثية والعسل مع المنتجات الخريفية من الفواكه المجففة وبلغ إجمالي إرادات المهرجان مليار وأربعمائة وخمسة وثلاثين مليون دينار كما بلغ عدد الزوار والسياح الوافدين للمهرجان خلال ثلاثة أيام حوالي ثلاثمائة ألف زائر وزادت أعداد الزوار والسياح عن عدد المشاركين في العام الماضي ونشكر جميع المؤسسات والمديريات الحكومية في تعاونهم الكبيرة معنا في تنظيم المهرجان بنجاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر